اشتركوا في القناة ونبدأ بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في عيل المنزلة لغاية الساعة 26 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة لهو مساء يوم الثلاثاء القمر ما زال موجود في برج الحمل ودائما لأنه في الحمل رحيب من كتلة ساعات الصباح فبنظل نشعر بطعفة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانيا في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال أي تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما طبعا اليوم في عنا خلو مسار اللي هو مساء اليوم الثلاثاء موعد بث الحلقة عنا خلو مسار ذكرناه في حلقة الأمس هذا خلو المسار رح يبدأ من الساعة ثمانية وسبعتاشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة ثنتين واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة ثنتين واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا القمر بصير في برج الثاور عشان هيك بنبلش من ساعة صباح نشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثاور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا البطيئة اليوم في زاوية وحيدة مع القمر اللي بين الزهرة وبين القمر وزاوية سلبية تربيع رح نذكرها في نهاية الزوايا طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التفليت الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس اللي تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم 18-8 طبعا ذروتها كان يوم أمس مننشط فمن باشر في أكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما أنه بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعدر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التفليت الإيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي تأثيراتها لغاية يوم 20-8 طبعا ذروتها يوم 18-8 ساعة 8 ودقيقتين صباحا وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز عندنا الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وهذا شيء ممكن يسهل إقناعهم إن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك هاي زاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات الصلة بذلك والقدرات مثل الفن والديكور والتجميل والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا ذروتها مستمرة لغاية 18-8 هي تأثيراتها بتخلق مصاعب عراقيلة بتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين بلوتو هاي طبعا تأثيراتها برضو لا يوم 18-8 راح تكون الساعة يوم 14-8 كانت ذروتها ساعة 9-51 دقيقة مساء طبعا هي الآن بخواتيم تأثيراتها هي اللي شوي بتجعلنا نبدو في بعض الأوقات خجلين ولكن ممكن نرد على أي شخص بيثيرنا بعنف شديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة الزاوية المنفصلة التسديس المنفصلة ما بين نبتن وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 2-9 هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة هاي الوضعية بتدعم من وضعنا الحالي أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل وهي التربيع السلبية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون ذروتها الساعة 3-54 دقيقة بعد العصر يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا بمن الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرائين والدم أما من ساعات الصباح بتصير الأعضاء الأكثر حساسية اللي هي العنق والحنجرة حبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم طبعا هدولة اللي احنا بنحكي عنهم هدولة الأكثر حساسية اليوم اللي ذكرتم بالأول اللي هم تأثيراتهم لغاية ساعات الصباح بعدين بنته في ساعات الصباح بتبدأ العضاء الأخرى اللي هي اللي ذكرناها العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم هاي من ساعات الصباح وهاي من ساعات الصباح ما بجوز عمل أي عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت عمليات طارئة ولكن ممكن أن نعمل عمليات إلها علاقة أو أمور علاجية كأخذ أدوية أو علاجات أو مراجعة طبيب لإلها بالنسبة لهذا اليوم طبعا بعد انتهاء خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأشخاص اللي بحاجة للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل هذا اليوم ما بعد خلو المسار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة رغم أنه في زاوية تربيع ما بين الزهرة وبين القمر إلا أنه ما إلها أي تأثيرات على هاي زاوية هذا اليوم برضو يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو معالجة الشعر أو الأمور هاي اللي هو الشعر الكثيف لتخفيفه ويصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة 19-8 رح يكون في تمام الساعة 11-5 دقائق ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12-5 دقائق يعني مدة ساعة تقريبا في ساعة الظهر بتوقيت جرينيتش لا يستقر بعديها القمر في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 20 يوم في تمام الساعة 37-30 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 65% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتحركات الكواكب الشمس في الأسد حتى يوم 23-8 طبعا هي منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 60% وبتكمل طيلة النهار هيك القمر في الحمل وبديونتقل للثور في ساعات الصباح رح يمكث في الثور لغاية 19-8 طبعا منتحس بنسبة 15% بظل لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوسة لـ 50% عطارد في العذراء حتى يوم 26-8 ساعات بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-9 ساعات بنسبة 45% المريخ في الثور حتى يوم 28-40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 ساعات بنسبة 30% نيبتون في الحوث بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة ما زال القمر موجود عندكم فعشان هيك بتلاقونه لسه ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تسيطروا على أي شيء بأعمالكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بعضكم رح يهتم بمظهروا ولكن ما تبدأوا بأي شيء جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة حتى ساعات الصباح لأنه في فترة خلوم مسار من ساعات الصباح بصير اليوم هذا تركيزه على الفرص المالية بيكون في فرصة مالية بتيجي على الأغلب من عمل إضافي وبتكون في بعض المفاجآت اللي بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا لترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا مسائل إدارية وتمولية اليوم وهاء برضو ممكن شوي يكون عندكم بعض المعاملات اللي بتتطلب منكم توقيع أو مراجعة لدى المراجعة المعنية برج الثور بالنسبة لما أولد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة وهذا الشيء بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وبدكوا تضعوا سلم للأولويات لا عملكم الضروري والعاجل برضو تنتبهوا لغداكم ولا صحتكم ما زالت الأجواء ضاغطة بغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بتصبح فقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبدل الجهود من أجل إشاعة السلامة وبلوغ التفاهم وتعتبر هاي الفترة من أفضل وأجمل أيام الشهر وأكثرها دعما لأن القمر رح يصير عندكم فاخذوا المبادرة بالاتجاه المطلوب وكون شجع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اليوم برضو اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أو يكون فيه لقاء أو وعود أو تواصل كثيف ما بينه بين أصدقاء أو بين ما عارفه وهو رح يظل فيه أجواء إيجابية ولكن حاول أنك ما تفرض رأيك على الأشخاص أو على الأصدقاء اللي بتعاملوا معك وفي نفس اللحظة بدك تكون مرن وبدون عصبية وخلي كلامك واضح في ساعات الصباح الأجواء شوي رح تضغط عليك لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فهنا بتبدأ فترة ضاغطة يعني ما بصير أو هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم خلال الأيام القادمة ولغاية ظهر يوم الجمعة لا تراهنوا على الحظ نهائيا ممكن إنكوا تعانوا من بعض الركود ومراوحة المكان أهمش إنكم ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم أفكاركم بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال عملكم وعلاقاتكم مع المسؤولين أهم شي إنه ما في قرارات ما في انفعالات ما في عصبية اليوم حاول إنك ما تجازف وما تغامر بأي شيء وما تشوه سمعتك من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماماً رح تنشطوا فيها اجتماعياً رح تفرحوا بانتصار مهاني أو اجتماعي ما رح تسعدهم لقاء أصدقائكم وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات الكثيرة عليك وكرر المحاولة إدارة الدعم والتأييد تعتبر فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك ولكن الأغلب هي رح تكون علاقات اجتماعية ولقاءات بالأصدقاء والمناسبات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد ما زال النشاط من الآن لغاية ساعات الصباح في أمورها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وممكن اليوم تجتازوا امتحان أو تجروا مقابلة حاولوا أنكم تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة أهم شيء ما تتخذوا أي قرار انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع المفتوحة إذا كان عندكم سفر اتفقدوا أمتعتكم وروحوا على موعد المطار أو على موعد السفر قبل الموعد بوقت عشان ما بتعرف شو بصير في فترة كله المسار أما من ساعات الصباح الأجواء رح تتجه باتجاه العمل والسمعة فعشان هيك بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكوا إثبات جدارتكم للمسؤولين هذه فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم الشيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام إجمالا لما يصير الغمر في بيت السمعة بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وإنتوا بحاجة للعياقة جسدية وعصاب متينة خصوصا هذا اليوم العيش لأنه القمر الآن في مرحلة خلوم مسار رح يدخل فيه خلوم مسار فرح يعمل فوضى وبرضو ضعف بالطاقة بالمزاج بالنفسية حتى بالفرص المالية والمصاريب بتزيد عندك بشكل كبير أو متطلبات مالية ولكن في ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وخاصة مع أشخاص خارج البلاد بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة تماما وبشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبظل الجو في رغبة في تدعيم شراكاتكم أو تعزيز شراكاتكم بينكم بين شركاء المال والعاطفة وهاي فترة مناسبة من الآن للصباح للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ما زالت الأجواء ضاغطة ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا أي شيء له علاقة بالعصبية والمواجهة وإصدار القرارات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك خلال هاي الفترة أو تأمين على الصحة أو حتى الدخار تقدر تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شيء أنه برضو اليوم تقدر تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن قطوة أو قرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من الزملاء لأن القمر ما زال موجود في بيت الصحة لغاية الساعات الصباح وبيت العمل أهم شيء أنكم ما تدخلوا بأي مواجهة ما بينكم وبين زملائكم وانتبهوا على صحتكم من بعض التقلبات وما تجهد حالك كثير وما تحاول أنك تنجز أكثر من عمل بنفس الوقت ما تتخذ قرارات حاسمة وابتعد عن فرض رأيك على زملائك في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما لأن القمر سيصير موجود مقابلك تماما فهنا بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو علاقتكم مع الأزواج أهم شيء أنكم تحذروا لإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر هاي الفترة مشاكل طارئة فبدك تكون صبور ما تتدمر الفترة هاي خالية من الحظ تماما برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ظروف جيدة واحتمال أنه يكون في بعض القلق أو المشاكل أو الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد الأحباء أنت ما زال عندك نشاط ولكن ما تتخذ أي قرار ما تحاول أنك تفرض رأيك على أحبائك أو على أبنائك في هذا اليوم خلي الأجواء هادية ممكن تهتم بحالك شوي في ساعات الصباح رغم أنه ببدأ العمل يتراكم عندكم ولكن عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاء كم أخذوا قسط كافي من الراحة أهم شيء أنه اليوم ما تلته بالقشور والأمور الثانوية ركز على الإشي الضروري والمهم واعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحظ النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأنه القمر الآن بدي ينتقل يعني لما كان له علاقة بالصحة وبالعمل فيعني بدك تركز على صحتك وعلى عملك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم ترغبوا برضو في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات الصباح فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس ولكن الأجواء تقريبا ممكن يكون فيها بعض الاضطراب مشكلة عائلية اللقاء ممكن زيارة ممكن اتصالات ممكن حدث طارق هيك يتطلب منك الاهتمام الكبير خلال هذا اليوم ولكن في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما فترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الحظ بصير حليفك من ساعات الصباح بوسعكم وممارسة نشاط فني أو هواية يبيض ما عند بالكم نسبيا لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف ينعم تصوراتكم أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة وتميل للسفر والمشاركة في رحلات عمل الأجواء الرومانسية فيها نوع من أنواع النجاح ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة بورج الدلو بالنسبة لموليد بورج الدلو طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات برضو بظل النشاط عالي جدا اتصالاتكم الكثيفة جدا ممكن اليوم تروج لإشي معين لسلعة أهم شيء أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع داخل المدن لا سرعة لا عجلة لا تهور ممكن تتخالف ممكن حدث طارئ ممكن شيء فبدك تكون منتبه لهذه الأمور خلي كلامك واضح برضو على أساس أنه ما تنفهم غلط اضبط عصبيتك قدر الإمكان لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير شوي تركيزك رح يصغير على البيت على العائلة ممكن يعني إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وعلى أداءك أهم شيء برضو أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للي بيحتاجها أهم شيء أنه تركيز كله على البيت وعلى العائلة من ساعات الصباح برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على مكاسب مستردات هباد دعم هدية أو يسمعوا خبر سار أهم شيء أنه تنتبهوا للوضع المالي من الآن لغاية الساعة الصباح انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياعة أو من بعض المحتالين في نفس اللحظة حاول أنك ما تغامر بأموالك بنزوات الشراء ما في داعي لصرف الفلوس ببذى بدك تكون يعني تسيطر على هذا هذا الشيء لأنه مبأثر عليك سلبي في ساعات الصباح راح تنشطوا بشكل كبير في أمور الهلاقة الدراسة والسفر والاتصالات وتصير هاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة والاهتمام بالأجهزة الإلكترونية أو السيارات ممكن تصليح ترميم ترخيص أشياء من هذا القبيل وبرضو بيكون الكنوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه اليوم تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة ما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر